طيب هدفك في الجزائر أحياناً اللعيب لما بيبقى بيسجل هدف وهدف مهم قوي زي بطولة ده تاريخ يعني مش بحالش هي غير التاريخ فأنت لعبت هلو أما لعبت ماتش الجزائر كنت بتلعب في المقاولين وكنتش بتلعب في المقاولين لا بدأت لأن كان قابليا ماتش تونس لأنها جبت في جون وتأهلنا بيه لكت بدايتك اه اه اتأهلنا بيه ده جون الجزائر ده ماتش الجزائر ده اه اتأهلنا بيه أم أفريقيا في ساحل في كودفور ده ماتش الجزائر ماتش الجزائر والجزائر كان بتكسب مصر على طول اه لا جيلي الجزائر سرباح ومزير ولغضر اللومي اتعدلت هناك في ماتش الجزائر اه اتعدلنا هناك واحد واحد كان مريم يوسف الله رحمه جاب الجنين واحد كان دنيا مطرة جات في رجليه ودخلت وجابه كرة تانية جون الأولاني بتاعنا بس ده كان الماتش اللي كان هناك ده كان مولد نجم اسمه علاء نبيل اه عملت ماتش عمرك هناك أنا فاكر ان تكلم ده اه اه عملت موجوده عالي جدا وكانت الارض مش مساعدة في اي حاجة وانت كنت دايز دوس جامد اه اه صحيح يعني طيب انت بقى بعد الجول ده انت حاس ان انت وصلت مصر لومب الجيمز ودي حاجة حاجة كبيرة جدا يعني الجول ده مسيلك كيف حياتك انت كعلاق نبيل لا اه يعني مجد عبدالغاني هارينا بالجول اللي نسجل استر ما كبت السيرة والله اه يعني مجد هارانة بالجول ومجدها شخصية جميلة انت بص الفرحة لو يجيبوا الهدف اللي انا عايزة واريك كمية الاسبرينتات اللي اتضربت وراي بص معمود خطيب من فرحته بص ادي الجول طبعا التايمنج وطالع وحاططها بص هاي كمية الفرحة بيناع على الفرقة كلها يعني بص هاي كنا انت طالع وحاطط فابتبارك انت هجيب جول يعني هجيب جول اه اه لا طالع وبعدين ده ده بص هجيبت الجارية دي بص هاي كله بص محمد خطيب بسبرينت وراي فرحة غير طبيعية طبعا كان عبدو كابتل ان عم صاله وحش الله رحمه وعالش حاطة بقى ومجد عبغاني وشاء الكابتل ان عبدو كان بلعبني في الجنب ده كان دايما يقول لي ايه لما كورة تبقى في الجنب الشمال لازم ان ايك راس حربة تاني تضم على جوه فده اللي حصل شوف يا اخي شوف الجمهور الزمان كان عامل ازاي وشوف المنظر في الملعب والجيش بتاعنا العظيم شوف برضو كان بيه لا 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 كان جوه تاني خالص جوه تاني انت عارف المقصورة كان فيها كام وزيرة كابتل كل الوزر المقصورة كان فيها تام من وزراء بعنائيس الوزر بعد الجول ده انت حسيت بايه علاق بقى خلاص انت بقى حسيت بقى في نقلة تانية يعني اللي انا يعني ربنا اكرامني بتوقيت كويس يعني فكرتش في الاهل والزمالك بعد المباراة دي لا كان فكرت بقى فكرت بقى خلاص يعني ايه عصري كان يا كابتل ما كانش الموضوع باش سهل ان انت تروح من نادي النادي اللي بيخش نادي ده عشان روح نادي تاني ده موضوع كبير يعني طبعا 25 سنة سيجنة اه الموضوع الاحتراف ده هو اللي بدأ الدنيا تمشي فيه شوية ايه لكن عشان زمان تاخد استغنى من نادي تروح نادي تاني لا لكن صعب ايه استحالة يعني اه فكان استحالة برضو ان انت تبقى في النادي المقاولين وتاخد استغنى تروح النادي الاهل والزمال لكن من جواه كان بقى نفسي لغاية بقى يعني السنة اللي كابتل جوري عمل فيها الاحتراف فهي دي بقى اللي انا بطلت فيها هي دي جالك اصابة اه جابت جالت الاصابة بتاع الدراع دي اصابة في دراعك عاقتك عن النعب انا عادت كابتن حوالي ده جون تونس ده جون تونس 84 ده اه الجون ده بالنسبالي فرحة اه ده كان اول جون تونس رجعوني التالي لو سمعتوا شوف ده 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 فيه فلو التعمل فلو رهيب اه بص القوة بص القوة اللي بالردة بالعرضة انت كنت عافي اصلي كمان اه اه يعني برضو برضو عماد سليمان عماد سليمان بص انا واقف فين انا برضو بلع في الجنب اليمين بص انا فين بص عماد سليمان في الشطة فين احمد سلمان كمان كان لعيب كويس اول اول ان شاء الله يبقى موجود معنا في حلقة من الحلقات دي ان شاء الله اه الهدف ده من اجمل اهداف اللي انا بعتزم فعلا ان يعني اه كان اول مباردة اولية الناس بتعرفكش بقى اه ده كان ثاني مباردة اول مباردة كان لبارد ده كان اول مباردة اولية في مصر كان لبقى لو تفتكر محمد صالح صاحبنا الاسمر بتاع الحلويات اه 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 جاي بعطول نايم معك في القوضة برضو اتبسطت معايا برضو اه شوية يعني بس كده الحلوات كتب تقطع بالليل ونأكل وبتاع ونأكل بالليل حلويات والصبحية يطلع عندنا في التمريض فالموابقى العديد يفرجوا علماتش ده فاخويا بابا بيحكيلي بيقولي بقى مجموعات شباب بره ومين بقى اللازل امرسعها بعدها على لبيل ده هو بابا بيعش عارب ايه بتاع محمد بقى واقف بقى ايه هيسدي معاهم واتخاني معاهم بتاع مفيش بيقولي اول ما انت جبتوا الجن في الدهار 12 قعدوا احضنوه ما هو كان الوكيل بتاعك في الاكل بس في الجنين دول سبحان الله كابتن بردو بعدها كارب العديد صلى الله عليه وسلم تعالى نبيل ترجمة نانسي قنقر